يا رب الأكل يعجبهم بقى والنفس يطلع حلو كده في الأكل يا رب يا رب ما تفضحنيش قدامهم هم تأخروا كده ليه؟ هنظمهم حاضر حاضر اهنا وسهلا انت عايما مدوح تفضل تعيى طانت تفضلني بسم الله الرحمن الرحيم سلامه عليكم تعايما مدوح فادخل ما انتعرف ان انا قاعدة الوحن يفيش حد موجود معايا انا حطت الغد على طول بقى عشان اما تيجوا تاكلوا على طول اصننت تأخرتوا قاول عليش يا رب الأكل الزحمة والمواصلات براحتك يا طانت عادي انا بغذر معاك انا هدخل بس اكل الأولاد وهجيلكوا على طول هكيد دول اخواتها بقى الصغيرين ولا ايه؟ لا يا ماما دول اولادها اولاد مين يا والد؟ اولادها يا ماما ماما اصلا هي مطلقة نعم يا اخوية مطلقة وانت لقيتش في الدنيا واحدة للمطلقة واطسطك يا ماما تسمعك؟ ده الشقة اللي احنا عادين فيها دي وارسها عن ابوها يعني عندها شقة تمليك وعندها عربية وعندها حاجات كتيرة اول هو انا عارف اجيب شقة حتى اجار والعيال يا اخويا اللي معاها دول واحنا عادين يا حاجة بقى نتكلم في الموضوع ده ونقول ان ده شرطنا الوحيد اه ان العيال يبقوا معاها حماتها ولا مع امها واحنا مالنا يا اخوة نشير الشيرة ليه؟ بس عايز المتكلم كده يا حاجة تتكلمي كده معايا وتقابلي معايا في الكلام كده لعا رصة الجميلة يا مامدوح عارفت تتنقي يا ولا بش انا بقولك يا ماما ما تشوفات ارتحلها ولسه كمان يا ماما لما تقعودي معاها شوية كمان هتحس كده انك تعرفها من زمان اول مرسي والله يا جماعة ده من زوقك والله انتو اللي نورتوني ايه يا ولا والله تسلم ايدك الاكل جميل اول اه قلت اي يا عروس مامدوح متقدملك وعايز يرتبط بيك بس هو احنا كان عندنا شرط واحد يعني بس اه انك تسيب العيال مع مامتك او محماتك يعني ما اصلا مش معاها يبني يعني هيشيل العيال دول كلهم هو زنبو ايه لأ بس هو جاي تقدمني هو عالف ان انا عند عيال وان انا مقدرش اسيبهم متقفزنش برضو يا حبيبي هو زنبو ايه شيل ثلاث عيال وهو لسه اول جوازة ليه لأ امو انا مش هسيب عيالي عايزت تدوزني كده كان بها مش عاوز انت حر براحتك لكن انا مش هرمي عيالي لكن انت جاي تقولي سيبوا العيال عند حماتك ولا مامتك ما كان زنبو سيبتوهم من زمان هاي يا حبيبي قلت ايه مش عارف والله يا مام اعمل ايه تعمل فهق ايه يا خوي ثلاث عيال اللي عايزت شيرهم فقدماغا انت عارف مصارفهم وقتلهم وشربوهم دول قد ايه قالوا على رأي المسهر ردونا بالهم والهم مش راضي بينا فكر يا شايماء فكر يا شايماء شوية انت كده بتنهي الموضوع وحط العقدة في المنشار وبتصعب الموضوع علي قوي طب حتى لو عايل واحد يا سيتي ماش لكن ثلاث عيال لأول ما تجوز كده صعب علي قوي كده شوف هو صعب عليك ازاي تخيل بقى دول عيالي وانت جاي انت ومامتك عشان تقول لي رميهم واسيبيهم مش عايزينهم انت بتطلبوا مني يا ممدوح صعب جدا ان اوافق عليه انا مقدرش سرم عيالي انا لازم بشايفهم قدام عيني اللي 24 ساعة خلاص يا شايماء اقعد مع نفسي كده حيبتي وفكري وفكري برضو ان ابني ممدوح ما يتسابش وما تعوطش واحنا برضو هنقعدنا وهو نفكر في الموضوع نشوف له حل ماشي يا طنت براحتكو طبعا بس برضو خليكوا عارفين ان انا مش هتنازل عن عيالي انست وشرفت يا ممدوح ما كنا وفقنا بقى ماما وخلاص بالعيال وخلصنا ده عروسة جاهزة من كل حاجة انت فهم يعني ايه تدخل على عروسة معها ثلاث عيال دقت عليك الدنيا يا خوية بلا فلوس بلا نيلة ايه ماما فرصة ما تعوطش مش هاليه واحدة زيها لقطة كده جاهزة من كل حاجة انا لسه عاد ادور على واحدة بنت بنوت عشان عاد ادور على شقة وتقول لي شبكة بالشق الفلاني وفستان بالشق العلاني واجب قعب قد كده واصرف مصاريف قد كده طول ما انت بتفكر التفكير ده هتفضل طلع عمرك واقف في مكانك لما تتعب وانت صغير ترتاح وانت كبير هلو على رأي المسا يا مرب في غير ولدك يا باني في غير ملكك